انا بقول ده ترحوما على العزيز محمد مجاهد لانه لو عايش وتفرج على الماتش ما كانش هيكتب في جورنانو اللي اتكتب النهاردة ده لما يبقى ماتش قورة الاهل خسروا بهذا الشكل فتطلع جريدة تلمسها الغراء عنوانها في الصفحة الاولى الاهل اتفضح في برج العرب الاهل اتفضح هل هل هذه اللغة الفيصالي يؤد بالاخمر ايه الاسفاف والابتزال والكلام الخارج عن اي قطر رياضية الحقيقة او اي قطر عن محدثة في الملعب او حتى عن حقيقة اللي الناس شافته اللي الناس شافته يا جماعة غير كده الماتشين الاهل خسر اه خسر والله ما يقصر كان ليه حقوق اه ليه حقوق الحكم غير موفق غير موفق عايزين تقولي حسام البدري هو راخل غير موفق غير موفق كل ده ممكن نوافقك وعليه ككورة وكرياضة وكصحافة لكن يتفضح ويقدب ويمعرفش ايه ايه ده بقى ايه اللغة دي ترجي ساعد للنهائي وبعد كده برضو في المسا الفيصالي يحطم غرور الاهل والله صحف الاردن الشقيق ما قالت ربع الكلام ده على الاطلاق حتى وهي بتحتفل بالفيصالي قال له ده الزعيم الافرو اسيوي مدام هو بطل اسيا او هو ممثل لاسيا وكسب نادل قرن في افريقيا فاعتبروه الزعيم الافرو اسيوي حقهم يحتفلوا باي مستوى لكن غرور ويقدب ويفضح واتفضح ايه ده ايه اللغة الغريبة والعجيبة والمسفة او دي تلحقيق الاهل اتفضح في برج العرب هو اللي كتب الكلام ده اتفضح في اين في مهنته في مهنته في مشاعره يعني يعني هي زي قلت ايه طاقة وانفجر عنده حلو اون اللي قال لي خسر انا اسفت ان اللي كاتب ده او اللي كاتب المباراة ما عرفش العنون هو اللي حطه ولا ده اخونا العزيز يهاب شعبان يهاب يعني يهاب مش عنيف كده اه لا 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 مش هو اللي بيحط العنوين لا لا مايحطش دي اه هو مؤدب الى درجة خجولة هو خجول اه لا مايحطش العنوان ده وزا حطه بقى يبقى تغير جدا يبقى واحد مما عرفوش انا صحيح